خالد المولد هو المسلم الوحيد في المملكة العربية السعودية في العالم من وراؤهم أنت مع تنظيم القاعدة نعم أنت حارف حجمة ذبح اللي بيصير كالفتنة أكبر من القتل لو يتاح لك فرصة تقتلني نعم بالله بالله انطلقت من هنا أنك تكفر الدولة نعم كفرت الدولة نعم تكفرها الآن نعم المملكة العربية السعودية الدولة تنكافر نعم الحكومة هو للشعب الشعب والحكومة كلنا كلكم وأنا واحد منهم أنت اثنين منهم لا يشعر كافر عشان سمين أنا أصير الكافرين نعم كيف تكفرنا على أي أساس تكفرني أنا أنت الآن في مسجد القبر نتكلم في مسجد القبر أليس القبر في مسجد النبي منكر أنا أرى ما يرى علمائي يرون منكر هو يرون القبور وضعها في المساجد نحن نتكلم عن حالة خاصة عن قبر الرسولي وصاحبي صلو عصلا والآيات نص في مساجد النبياء علشان كذا أنت تكفرنا نعم هذا نسأل بنص القرآة أي أنت أين ليه؟ هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على جسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما كانوا يعتدون كانوا لا وكانوا لا يتناهون عن منكر يمفعلوه يعني خالد المولد هو المسلم الوحيد في المملكة العربية السعودية في العالم من يوم عبد الملك ابن مروان نعم هذا منكر لا زيحتة بس عيش الناس أنا داري داري الحين أنت تقول منكر وعارف أنا أنا أقول رأيك بس حنا من عبد الملك ابن مروان نعم إلينا الليلة نعم ها نعم وحنا ذولا كلهم ذولا كفاري للون صح؟ نحن نصى الآية أيوة نعم كلهم كفار إلا خالد المولد هذا اللي أنت بتقول ومن أنكر ومن أنكر هذا المنكر وقل من أنكر منكرا وعلى رأسه القبور في المسجد النبوي لأنه هذا هو مخالد معت بك مسلمين ألا أنت لحظة علي خالد نعم نحظة علي يقولون مليار مسراحة والمليار أبين لك لا ما ستقل الربى لا تجاهد في سبيل الله تقام الدين الله ما في تقام الدين الله مسلمين يشهدون الله يا الله من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول هذا قولك لكن في واجبات للا إله إلا الله لابد أن تقوم بها من البدع والمنكرات أبوك يعني كان مهامك أبوك كان يشتغل بالمسجد النبي أبوك كافر لا أشك يا شيخ أتق الله بالله كفرت الوال الله يرحمه يعني مات على الكفر مات على الكفر في رأيك هو نعم